بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نومبر 2 بعنوان equilibrium of rigid bodies في جزئها السابع عشر طبعا هنا راح نواصل مع حل المساء عشان نفهم الأفضل النظري ونمر إلى السيمبل بروبلوم نومبر 3 The frame supports part of the roof هذا هو الroof بالنسبة للsmall building The tension in the cable is 150 kilonewton يعني عندي هنا شد بقيمة 150 newton Determine the reaction at the fixed and E يعني هنا في fixed and E طبعا هنا ردات الفعل راح تكون عندي ردد فعل أفقية EX وردد فعل عمودية EY بالإضافة إلى المومنت ME فعندي ثلاث أشياء مجهولة لازم أجيب ثلاث معادلات أول شي بمر بيه هو الfree body diagram راح أرسم الرسمة متاعي طبعا بس أطبق عليها القوى الخارجية Then we'll solve the three equilibrium equations يعني كما أشرت مجموع المومنت بتساوي سفر ومجموع الفورسس باتجاه ال-X وباتجاه ال-Y أيضا بيساون سفر ثلاث معادلات عندي هنا عشان أجيب ثلاث مجهيل أبدأ بالfree body diagram زي ما تشوفوا هنا عوضت الفيكسد سي بورت بالردات الفعل EY و EX و ME وهنا بالنسبة للسي بورت الموجود في النقطة F اللي بثبت فيه الحبل راح يكون فيه هنا شد بقيمة 150 نيوتن طبعا هنا أمام السيستم ومعندي قوى مطبقة بقيمة 20 كيلو نيوتن فيه نقاط مختلفة من السقف تبعد القوة عن القوة الثانية دايما 1.8 متر بصفة مسترسلة Solve the three equilibrium equations for the reaction force component and couple راح أبدأ بمجموع الفورسس باتجاه ال-X بتساوي سفر كم قوة عندي باتجاه ال-X طبعا هنا المية وخمسين هذه عندها مكونات مكون الأول هو هذا مية وخمسين كو ساين ألفا والمكون الثاني هذا هو مية وخمسين ساين ألفا لو افترضت أن الزاوية هذه هي ألفا فبالتالي عندي كو ساين ألفا هو المجاور على الوتر كم المجاور هنا أربعة ونص على الوتر طبعا لو أنا عندي المقابل والمجاور الوتر هنا بساوي سبعة ونص طبعا السبعة ونص هذه تجدها لو أنت كتبت يعني بالاستعمال بيذاغور يعني أربعة فاصل خمسة تربيع مع ستة تربيع كله تحت الجذر تجد سبعة ونص متر فبالتالي كو ساين ألفا بيساوي أربعة ونص على سبعة ونص و ساين ألفا بيساوي المقابل اللي هو ستة على الوتر هو سبعة ونص لو كتبت هنا مكونات الفورسس باتجاه الـ X أو مجموعة الفورسس باتجاه الـ X هذا هو اتجاه الـ X الموجب مع مئة وخمسين كو ساين ألفا هذه المئة وخمسين وكو ساين ألفا زي ما أشرت هنا بأعوضها بأربعة ونص على سبعة ونص المجهور الوحيد هو إي أكس لو حليت المعادلة هذه رح أجد إي أكس بيساوي سالب تسعين كيلو نيوتن أمر الآن للمعادلة الثانية مجموعة الفورسس باتجاه الـ Y بتساوي سفر طبعا هنا EY تصعد الفوق هذا هو الاتجاه الموجب بالنسبة الـ Y برح تكون موجبة سالب عشرين وعشرين 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 يعني ثمانين أربعة مرات للعشرين ثمانين سالب ثمانين بالإضافة إلى المكون العمودي بالنسبة للشد اللي هو 150 ساين ألفا هنا طبعا الإشارة الساربة لأنها نازلة تحت المجهور الوحيد هو EY لو حليت المسألة هذه رح أجد EY بتساوي ميتين كيلو نيوتن أمر الآن إلى المعادلة الثالثة هي مجموع المومنت حول النقطة E هنا وين الفكسد سي بورت بتساوي سفر طبعا هنا بنستعمل أنه دايما قاعد المومنت بتساوي بلس أو ماينوس الفورس في الدستنس وبالطريقة هذه حول النقطة E رح أفسخ عشان تظهر لي الصورة أفضل فهنا بالنسبة لي حول النقطة E عندك ال EY ما عندها تأثير ال EX ما عندها تأثير بس ال M E موجودة هنا وزي ما نشوف هي ضد عقارب الساعة فرح تكون موجودة هنا موشبه القواء اللي ميزالت هنا عندي المكون 150 ساين ألفا ضارب المسافة 4.5 أي 150 ساين ألفا ضارب المسافة 4.5 يعني وزي ما شرنا من قبل ساين ألفا بيساوي 6 على 7.5 أي المقابل على الوتر وبالنسبة للمكون هذا اللي هو 150 كوساين ألفا ما عنده دخل في المومنت باوت إيلي أنه بيعدي أصلا بالنقطة E بقيت لي الأربع قوة هذه دايما كلهم بتشوفوا أنهم بيدوروا عكس عقارب الساعة فالإشارة بتكون موجبه زي ما تشوف هنا موجب 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 وهنا موجب أيضا فطبعا الفورس في الديستنس القوة الأولينية في المسافة هذه ضارب 1.8 آه هنا بعدين القوة الثانية في المسافة الثانية 1.8 مع 1.8 بتساوي 3.6 بتعطيني 20 ضارب 3.6 آه هنا القوة الثالثة هنا رح تكون المسافة من هنا إلى هنا ثلاث مرات 1.8 بتكون 4.5 هذه المسافة كلها سوري 5.4 ضارب القوة 20 وبالنسبة لآخر قوة رح تكون التوتل اللي هنا أربع مرات 1.8 بتساوي 2.7 ضارب القوة 20 زي ما نشوف هنا وكل الإشارات موجبة لأنها بتدور ضد عقارب الساعة المجهور الوحيد هنا في المعادلة هذه هو ال-M-E لو حليت المسألة رح أجد M-E بتساوي 180 كيلو نيوتون في المتر وكون بالطريقة هذه كتابت ثلاث معادلات مجموعة الفرسس باتجاه ال-X بتساوي 0 مجموعة الفرسس باتجاه ال-Y بتساوي 0 مجموعة المومنت حول النقطة E بتساوي 0 وحليت ثلاث مجاهيل E-X و-E-Y و-M-E شكرا على الانتباه مجموعة الفرسس مجموعة الفرسس